يعني مثلاً هتكلم في بند الضرائب الضرائب كانت في الموازنة الحالية كانت 983 مليار فيه معدل نمو فيها حوالي 24% متوقع توصل لتريليون 169 هنا فيه سؤال طب هل الحكومة هتفرض ضرائب جديدة أو هترفع أسعار الضرائب على المواطن؟ أنا بقول لا لا فيه فرض ضرائب جديدة ولا فيه رفع أسعار لكن القصة فيه القصة أن فيه مجموعة من التشريعات ومجموعة من الإجراءات والقرارات الحكومية اللي بتنمي عملية الإرادات في الضرائب ما كانت الضرائب زي ما احنا بنشوف بنشوف تطوير منظومة الضرائب الفاتورة الإلكترونية الحصر الصحيح الضرائب تحسيل الضرائب على التجارة الإلكترونية ده ما كانش موجود فإحنا النهاردة بنستحدث بالنسبة للضرائب احنا بننم هتنمو ازاي هتنمو مش من خلال رفع أسعار ولا من خلال فرط ضرائب جديد لكن من خلال تنظيم العملية حكمة منظومة الضرائب تطوير منظومة الضرائب التجارة الإلكترونية ممكنش خد على الضرائب صحيح فيه تهرب في الضرائب بنسبة كبيرة النهاردة الفاتورة الإلكترونية وتطوير منظومة الضرائب ده هينمي الضرائب هنجا نتكلم في حاجة تاني أنا كان عندي في تلاتين ستة واحد وعشرين مئتين وسبعين مليار جنيه ضرائب مستحقة منها مية وخمسة مليار ضرائب غير متنازع عليها وتسعة وعشرين مليار ضرائب يصعب تحصلها طيب لازم مصلحة الضرائب ولازم الحكومة ولازم الدولة ولازم مجلس النواب ياخد خطوة عشان نحصل المبالغ دي المبالغ دي مبالغ ضخمة فطبعا اتجهت الحكومة الفترات اللي فاتت عملت لجن الإفاض المنازعات الضريبية والتسويات الضريبية احنا مبارح مبارح كنا في لجنة الخطة والموازنة هل دي حوكمة الضرائب عشان بس الناس عايزة تفهم اه طبعا ده معنى حوكمة الضرائب اه طبعا حوكمة الضرائب بان انا يعني بعمل إجراءات رخبية في التحصيل محدش يتهرب طبعا ده اول اساس الحكمة ان انا يبقى عندي قواعد بيانات صحيحة واجراءات صحيحة للتحصيل لما اجي انا كحكومة اسعى ان انا اسهل للموول ان هو يسدد انا بقول لحضرتك يا استاذ محمد ان في 270 مليار كانت مستحق في 306 21 طيب الحكومة بتعمل ايه الحكومة بدأت تسهل للموول مبارح انا بقول لحضرتك مبارح كنا في لجنة الخطة والموازنة بنناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة القانون بقول ايه بقول ان اللي يدفع اصل الدين بتاعه قبل 15 سبعة هنسقط له 50% من كل الفوائد والغرامات اللي عليه و50% تاني نقصتها وانا شخصيا وبعض الزملاء في اللجنة كان لنا مقترح ولسه هنقشوف في الجلسة العامة للمجلس لما اطرح مشروع القانون ان لا ممكن نوصل ل100% يعني احنا بنطالب ليه ده سدد اصل الدين يعني انا شخصيا مجمع من الزملاء متبنين دا اني انت ادفع اصل الدين ونتجاوز عن الغرامات والفوائد ده لسه هنطرح في الجلسة العامة ده بيساعد على اداء بيساعد على اني بيحصل لي فلوس وحصل لي متأخرات كانت موجودة عند المموالين وفي نفس الوقت بيسهل على المموالين لان الظروف الاقتصادية اللي حصلنا اللي مصر على الصناعة اللي مصر على التجارة واحنا شايفين يعني الدولة بتاخد اجراءات وقرارات عشان تساعد المصنعين الصناعة دعم الصناعة الدولة هتتحمل عن الصناعة دعم الكهرباء داخل حوالي 6 مليار هتتحمل في دعم للصدرات حوالي 6 مليار فكل الاجراءات اللي تساعد المموال المصري سواء كان صانع أو تاجر أو غيره الحكومة بتاخد اجراءات عشان تساعده انه هو يعني يمارس عمله ويمارس شغله وفي نفس الوقت يسدد مصحقات الدولة ترجمة نانسي قنقر